سيد سعد يعني سمعت إلى ما قاله دكتور عماد ما رأيك يعني يقول بأنه حسب ما فهمته بأنه لا يوجد دعم لوجستي أو عسكري لميليشيا الحوثي في اليمن اليمن محاصر كيف لإيران أن تمد هذه الميليشيات بالدعم اللوجستي أو العسكري وبالمعدات وما إلى ذلك ما رأيك؟ حقيقة يوجد دعم وإلا لما استطاع الحوثي أن يستمر في إطالة أمد هذه الحرب أنا أختلف اختلاف كبير مع الكلام الدكتور من طران أنا أجب أن الحوثيين ما ساعدهم على إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة الشعب اليمني هو هذه الإمدادات التي تصلهم عن طريق تهريب الأسلحة عن طريق البحر عن طريق تدريبهم من خلال أيضا قيادات حزب الله إضافة إلى أيضا تدخلات إيرانية في اليمن كل هذا ساعد في إطالة أمد الحرب إضافة إلى نقطة أخرى أن ما يحصل الآن اقتصاديا هو انعكاس للوضع السياسي يجب أن لا نغفل بأن الجانب السياسي يخفي تحته الجوانب الاقتصادية ولذلك عندما نريد أن نساعد اليمن فعلا لا بد أن يكون هناك توافق وحوار شامل بين الأطراف اليمنية ولا بد أن يكون هناك أساس ومنطلق ينطلق منه الحل داخل اليمن ولا بد أن ننظر إلى المبادرات التي قدمت كم من المبادرات التي قدمت إلى الحوثيين لماذا يتم رفضها المبادرة الأممية التي قدمت من المملكة العربية السعودية لماذا تم رفضها تم رفض المبادرة لماذا نغفل الجوانب الحقيقية في جانب الصراع في اليمن الحوثيون يهربون من عروبتهم ويختخفون حول النظام الإيراني هنا فهو يعني النظام الإيراني يحاول تحقيق مصالح على حساب الحوثي والحوثي يعني هو مكوم من المكونات العربية عندما يرجع إلى حاضنته العربية ويفهم فقد تنتهي هذه الحرب العبثية التي تضر أولا وأخيرا للجانب المواطن اليمني المواطن اليمني، الطفل اليمني، الاقتصاد والمقدرات اليمنية التي أهدرت على مدار أكثر من سبع سنوات حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر